السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب دوت من اكتر الكتب اللي ممكن تصير الجدل. لان هو بيتدعي ان هو ماشي على سلوب علمي. لكن في بعض العلامات الاستفهام الغريبة في الكتاب. هو الكتاب بيقولك تعالى بالروحة ليبدأ نقرأ الكتب من جديد. ونشوف اماكن الاحداث اللي حصلت فيها. مثلا قصة سيدنا يوسف. قصة سيدنا موسى. قصة سيدنا ابراهيم. والحاجات دي كلها. حتى ولادة سيدنا عيسى. هل الكلام مصبوط? هل هي فعلا فنسطين? هل هي مصر? هل هي العراق? تعالى نقرأ ونشوفها. هو في الكتاب دوت بيقول ان كل الاحداث دي حصلت في مكة. يعني مش في مكة والمدينة لأ هي في مكة. وبدأ يبدأ يدور على تشابهات في القسامي. ويبدأ يبني عليها النظرية بتاحتي. لكن العجيب وانا بتتكلم معك دلوقتي. انا قاعدت في حتة اسمها المنتزه. مصر في المنتزه. فانا ابدأ بقى اشوفوا الاحداث اللي حصلت في قصة الملك فاروق. اقول لك لا الملك فاروق ده مكانش موجود في مصر دي كان موجود في قطر. بناء على ان دي اسمها المنتزه ودي اسمها المنتزه. واقول لك بقى المنصورة جنب المنتزه على طول هتلاقي حتة كده اسمها المنصورة. تمام? فاقول لك بقى احداث المنصورة والحملة الصليبية حصلت في المكان اللي جابينه هنا في قصر. يعام ازاي? هو مبني كله على التشابه في القصص. هو مش اول واحد عمل الموضوع ده. طيب تعال ببوسع الكتاب. الكتاب فيه حاجات كتيرة كباحث علمي غريبة تمام? اول حاجة الكتاب مفيش اسم كاتب يعني طب انا عايز عارف مين الكتب الكتاب دوت. مفيش. يعني ها فيه در النشر. قسم الدرسات. الدر دي موجودة في البحرين. طب ايه مين الكتاب مجموعة الكتاب او الكتب الرئيسي. مفيش. طيب تعال انا مش هفتح لك بها كتاب واحدة واحدة. وما انصحش بالقراءة بتاعته غير لواحد متخصص. عايز يرد عليه. يعني بلاشت ده وقتك في كتب ديت. لكن انا فعلا لقيت ناس كتيرة يعني مقتنعا ممكن يكون في احتمال. اه. اقول لك ايه اللي حصل. تمام? العنوين طبعا مصيرة لكن. تعال نشوف المراجع. بص اللي دحك. المراجع الكرآن سيمفور للتقنية. يا عم الكرآن مش بحاجة تقول له انت. هو هو المصحف مفهوش اكتر من اصدار. هو اصدار واحد. يعني. حاجة حاجة غريبة. تمام? يعني ممكن انتورات في اصدارات ماشي. الانجيل ممكن مثلا في ا اصدارات في اختلف من دار لدار. او نسخة النسخة. تمام? المراجع باكتوريا بشكل غريب. بمواقع يعني كيبيديا سيرش يعني بوس هنا. ده مش قيل لك مثلا ان العدد في اصدارات. لا اعمل سيرش على موقع كذا كذا كذا. يعني مش بحث علمي. بحث علمي لازم يكون في حاجات دقيقة وبش اي حد كاتب كلمة على النت. يقولها. تمام? فهو كاتب مراجع كتير لكن اغلبها فيها يعني شك في الموضوع. فهو يعني كبحث علمي? لا يعني لو قدموا رسالة مجلسة او دكتوراه مش هيتوفى عليها نهائي يعني قبل ما بس عليها. آآ يعني لما بتجيت الدين لوح ببس عليها كده. اقولك لأ في حاجات أساسية مش هينفع ان احنا نخش في التفاصيل ونحن نود نتكلم فيها طيب من ضمن الحاجات لما بدأت تشوف النظري فقلت عمل سير شكده وابدأ اشوف فليت ان في ناس كتيرة كتبة في القصص ديت وبدأت تتبع فلقيت فيه كتب كتيرة وكلهم ضد بعض يعني ايه كلهم نفس الفكرة وكلهم ضد بعض هتلاقي كتاب كتاب لكمال الصاليبي كتاب اسمه التوراجات من بزيلة العرب وكتاب اسمه فلسطين المتخيل الفاضل الربعي وفيه كتاب سيد الكومني النبي موسى واخر ايام تل اللي عمرنا وسيد الكومني اصلا يعني كباحث علمي يعني ما بيعرفش يعني من حاجات البحث علمي طيب وفيه زياد مونة جغرافية التوراة بدأت تقرأ ملاحظات للكتب دي فكل واحد يوم بيحط الجغرافية في مكان مختلف عن التاني يعني واحد يقول لك ده دي الاحداث دي حصلت في مكا واحد تاني يقول لك لا ده حصلت في طريق التجارة يعني انزل عن غز عن الحدود السعودية شمال فوق وهتلاقيها تمام يعني فوق طابوك مثلا بشوية واحد يقول لك لا ده كلها في اليمن واحد يبدأ يقول لك الاحداث دي كلها حصلت في سوريا واحد يقول لك الاحداث دي حصلت في تركيا طب وحده كلام تمام يعني حتى كان آآ آآ ايوسف زياد قال لك ده احداث الاسراء والمعرك دي ما حصلتش في فلسطين لأ ده حصلت فين في في الطائف يعني احنا كمسلمين ما لكش دعوة في فلسطين انت ايه وجودك كله في الطائف والحاجات دي ففي علمات سفهم كتيرة في الموضوع يعني طب انا عايز بحس علمي عشان ابدأ افكر فيه بعلمية وبحس علمي ونبدأ ان احنا ان نشوف هالكلام ده يصمد للتذكيك العلمي ولا لا ممكن يكون في نظرية ما فيش حاجر على الموضوع لكن لكن في خطوط حمرة ما تجيش تطلح حاجة مخالفة للكرآن تمام يعني دي دي حاجة متفكين عليها لان ممكن في التوراة تقول لا والله فيه الترجمة السبعينية فيها مشاكل وحصل كذا 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 وكان فيها اسطير كتيرة مرتبطة بيها ومخالفة للكتب تريخان في الفترة ديت ماشي هنبدأ ان احنا لا نتقبل ممكن نتكلم في بعض ايه القطب حصل في انما الكرآن تم حافظه من قبل لا فماتوش اي مناقشة في الموضوع دوت لان هو في الكتب خالف بعض ايه القرآن من غير ما اتكلم لك انه يخالف التوراة لا في بعض المناطق خالف فيها القرآن طيب هو البداية في الموضوع ده اللي اصر ريبة كامل الصليبي واعدت ببصه على كامل الصليبي هو مسيحي وخد الدكتوراه وخد البحث العلمي كله من واحد صحيو ني مش يودي صحيو ني تمام فده يديك علامة صفان تانية هل بعد كده يقولك والله المسلمين قطنعوا بالفكرة دي وكلامهم جميل وغرف الانباء هندور على افكارها في اليمن ومنرجعوا بالكدس وسيدنا سليمان كانت موجود في اليمن وكان موجود حسب بعض الكتب هنا لا ده كان موجود في في مكة ان الاحداث كلها بتاعت سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا جزا كلهم كان بين الصفة والمروى وبين المشاعر بتاعت الحج والحاجات كلها يبقى احنا ملنا بالكدس وفلسطين ملناش علاقة بيها وحاجة ثانية ودي فعلا بعض الناس بيرددها من اللي هو يقول لك الحداث موجودة في مكة والمدين احنا اللي نحق في مكة والمدين زي ما خالنا هنروح لنكتحم ونحتل لمكة والمدين ففيه علامات استفهام على الموضوع لان البداية لما بدأت تتباحها لات الفكر السهيوني الموجود هو بيقول لك ان في الاول بدأ ان القصة كلها ملاش علاقة بفلسطين وهم ركبوا البداية دي على فلسطين وفي الكتاب الاول بيبدأ ان هو يفكك للسورة التوراطية المستدولة وبعد كده بيحاول ان هو يبني يعني القصة من وجهة مصر في الجزء الاول يعني فيه بنية معينة لحد ما قوية ان الاحداث اللي حصلت ملاش علاقة بمصر وجمهورية مصر العربية بشيال مصودة بمصر وفرغان مش اسم الاحد الفرغان ولا لقب من القاب ملوك مصر كان الطرح متماسك والطرح كان يعني نقدر ان احنا نثبته ونقدر ان احنا نتنقش معاه وندور وانحنا نظهر على الحق تمام؟ في الكسم الثاني لانه بيطير من غير اي ادلة وما فيش معناج علمي وبدأ يضع اخبار بلاي اساس لها مصرحة ومليش علاقة بالمنطج التاريخي ولا جغرافي عايز بس باي طريقة ان هو مثلا يقولك والله الاحداث بتدورها حوالين كاسا فيه تشابه في الاسامي ده مقصود بيها المكة في نهر هناك في مكة يسمو كاسا تمام؟ ويتكلم عن خرايط واو والحاجات دي كلها حاجات غير مثبتة او مفيش ذلي علم عليها والخريطة هيقولك ده مني الفراط بش موجود في العراق وصولية اي مرتفة كليل لا لا ده في نص مكة جبل الفراط يعني حاجات عجيبة يعني الجزء الاولاني كان فيه فكر علمي متاخذ من كمال الصليب ومن غيره والعجيب ان هم شفت بعض البيانتقدوا بعضها وبيهاجموا بعض لأ انا شاف انها في اليمن لأ انا شاف انها في تركيا لأ انا شاف انها في مكة لأ انا شاف انها في مكة لأ انا شاف فالجزء الاول اللي هو تذكيق الاسترأة في شكوك وفي حاجات المفروض ان يبقى فيه بحث علمي اي صح انما التركيب اللي حصل بعد كده لقفلت منهم الصراحة يعني حصل حاجات تعجيبة كده بش فاهمين جاتت منين وبعد انت لاح لقفلت القصة سيد نواصف كل احدى اسبوعها في قرية صغيرة كده على جنب يعني محدش يسمع عنها جنب مش مكة لأ جنب مكة كده قرية كده على جنب واجعلني على خزائن الارض وقفته على خزنة ثلاثمية ربعون جنيه يعني عمل القصة كلها بشكل عجيب وقفته عندما تكتفر في التوراة في بعض الحاجات فعلاً اللي تتفكر شوية يعني مثلاً العدد ان هو مثلاً دخل اقوة يوسف عن الاسبع وخرجوا بعد كم سنة ربعمائة سنة بقى نس مليون كيف حصل؟ الرقم نفسه حتى المؤرخين اليهود يقول لك لو زبطنا الرقم دوت القصة ممكن تنمشي الرقم ده تم التلاعب فيه فحبوا لهم يقدروا الرقم حتى حروب الرب الدخمة ديت كلها حضرت في الجزء الفلسطين مع غزة هي حتة صغيرة بس هي سموها حروب الرب وقدروا فيها كلها لا يمكن أن يكون هناك مشكلة في الأرقام لكن الخلل يركب كل شيء في مكان معين فالفكرة كلها محتاجة تثبيت لكي نبدأ بحث علمي يستاهل أن الواحد يرد عليه يعني هم نفسهم يتخنقوا وكل واحد يكتب كتاب يؤكد أن كراءته للتوراة يقول أنه في مكان ثاني وكذا أدلة علمية نريد مخطوطات تجد والتي ترجمها واحد محيط يعني لا يمكن أن تقول أنت ترجمتها ممكن تكون الترجمة غلط كما في بعض الناس ترجموا بعض الحاجات هذا قصة سيدنا موسى مع نفس الثاني ما هو الحاجات كلها لا نريد مترجم منصف لا يوجد علاقة بالموضوع يبدأ أنه يترجم إذا لم يحد يقول لي في بحث دراء من جامعة استوعادية أن الحجامة مفيدة أنا ليس مطارد على الحجامة ولا مطارد على السعادية لكن تبجيها محايدة لكي نأخذ البحث بشكل علمي نظر للتكلم فيه يعني اللي أريد ضد الموضوع قوي ولا مع الموضوع قوي واحد محايد يبدأ أنه يقرأ ويقول له أنا ترجمت النص وكانت فيه كذا 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 هتلين حد قرأ في مخطوطات اليمن وقال الأحداث دي دارت هنا إنما تركيب الحاجة على اليمن أو تركيبها على مكة أو تركيبها على مدينة أو حتى لو ركبتها على قفر الشيخ يعني الإثباتات مش موجودة أن أنت شككت في الموضوع آه زي أن حد يودي شكك لك أن اللي بنى الأهرامات دول هم المصريين تمام؟ وحط بعض الأدلة وفي الآخر سأقول لك دول كانت بضائية ما هو الدليل؟ لا هو في الدليل أو النظرية التي طرحها أدلة لا تركها لمرتقل الأدلة ومفككة 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 أو لما شكك جاء بعض الأشياء التي تشكك فأنا ممكن أن أشكك في أي شيء لكن عندما يأتي حط نظرية علمية وهو سد الصغرات ده اللي يفرق بين باحث وباحث هو الكتاب ما صحش حدي غير واحد متخصص في الحاجات دي عشان عايز الرد عليها ترجمة نانسي قنقر